قابلت كده بالصدفة المهندس رحابة برجيلا ابن بالرجولة اللي بقوله كله صنع وانت طيب رحابة برجيلا واحد من الشخصيات وكان عود مجلس ادارة ومشوف على فريق الصلاة في نادي الزمالك واحد من الناس المميزين جدا بتكلم يعني بنتكلم على الزمالك وحوالي الزمالك انا اللي بجيت له السؤال عشان برضو منقولش راجل الحاجة يعني بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرك وجود خمسة ستة من رجال عامل الكبار في مجلس ادارة النادي الزمالك وحتى الان يعاني النادي الزمالك من عثراته المالية طب ازاي طب يعني الناس دي لما جم كلنا متوسمين فيهم انهم يبقوا يعني دعمين يعني كابتر احمد السلمان حالان مشوف على الكورة كابتر حسن السيد مشوف على قطاع النشئين اكس بيشوف على كورة الصلاة او 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 لكن بقى الدور الفعلي الدور القوي جدا لرجال اعمال الكبار الموجودين في مجلس ادارة النادي الزمالك والسؤال ده هاجهه كمان لكافة محمد صلاح في فقراتنا الحوارية ده المطلوب منهم ويمكن جمع المهمية لما اختارت الناس دي بناءا على الناس دي عندهم عبقات مالية وعندهم قدرة مالية لدعم بنادي الزمالك وده المفروض وده الطبيعي وده اللي بيحصل في كل الدنيا على فكرة يعني نتمنى لو كان هناك عرض قوي عرض ياليق بزيزو وعرض الأول ياليق بنادي الزمالك وياليق بزيزو انه يتواجد في دور قوي يضم نجوم كبار في دور السعودي للا تجيل حسم وصير سامسون ايكنولا يعني الراجل حتى الان في عروض ياريت يجيله عرض كويس جدا كده ويقوله باي باي وشكرا لانه طبعا يعني برضو ما قداش الشكل اللي ياليق بايكنولا في النادي الزمالك النادي الزمالك النادي كبير لازم اللي يجي بقى بقيمة وحجم النادي الزمالك باعتبت جمال حتى الان الراجل انا شايفه من وجهة نظر يعني يعني انا اقوله علامية الراجل زيه زي المدير الفانيين الابريكات الراجل بيقدي وبيكسر فاز على بيرمز وفاز على فتر حقق ثلاث نقاط ووصل لانهائي كاس مصر امام نادي الاهل ان شاء الله في شهر مارس وحقق ثلاث نقاط ووصل فيهم المركز الخامس في مسابق الدورة عام مصر ماشي بفكر كويس اه ماشي بفكر كويس عنده بعض المشاكل في بعض المراكز عنده لكن رجل بيقدي الزمالك مع معتمة جمال لعب ثلاث مباريات فاز في اتنين وتعادل في واحدة سجل ستة واستقبل ثلاثة تاني تاني احصائيات الزمالك تحت قادة معتمة جمال رجل لعب في ثلاثة فاز في اتنين تعادل في واحد سجل في ستة واستقبل ثلاثة يعني شايفينه على أرض الواقع راجل ماشي بشكل وجهيس جدا راجل عامل شغل كويس وليه لا وليه لا في ظل الظروف وفي ظل القماشة دي يعني القماشة دي مع معتمة جمال مش هتختلف لما تجيب مدير فن كبير بيتقادها بالعمل الصعب وفي ظل الظروف اللي احنا بمر بيها بمر بها زمانات زمالك بالتالي معتمد مع دي ودعمله في شهر 12 بتدل فرصة كاملة ليه لا بتدل فرصة كاملة والراجل ياخد فرصته كاملة راجل مش صغير راجل كان مساعد للكابتن شوقي غريب في متخب الأولمبي وحقق معنا جحات مع الأولمبي معه معه لا راجل من الكوادر اللي محترمة جدا في نادي زمالك امتى هنعتمد على مديرين الفنيين المحليين ما انت عندك بسم الله ما شاء الله لو جيت تتكلمت هتلاقي طر العشرة هتلاقي علي ماهر هتلاقي أمن الرماضي راجل كان في الإمارات لفترات طويلة هتلاقي في الإسماعيلي كابتن هاب جلال هتلاقي أحمد عبد الرؤوف في الواعد في بلادية المحلة هتلاقي مجدى عبد العاطي المتميز مع زد صعب بي وماشي بشكل كويس جدا يعني بسم الله ما شاء الله نحد سوالحرج النجوم مميزين يعني ماشي كويس راجل ياخد الفرصة وبالتالي هتوفر العملة الصعبة اللي هي مش موجودة عندك وعمل لك مشاكل وهتوفر إنك إنت عندك لغة حوار متواصلة ما بين ابن النادي وكابتنهم ومدير فني إن شاء الله واعد كابتن معتمد مع نجوم نادي زمالك مع أحمد مجدي مع عبد المنصف مع عبد الواحد السيد مع كل الناس اللي موجودين في الجهاز الفني في نادي زمالك أعتقد ممكن أمور تمشي بالشكل المميز جدا لو أخد معتمد جمال الفرصة شكرا